وضع المكتب الوطني للمطارات تدابير مهمة على مستوى المطارات المعنية بعملية الحج من أجل ضمان سيابية تدفقات الحجاج وتوفير أجود الخدمات لهم وذلك بمناسبة انطلاق مرحلة الدهاب لعملية الحج 2023 التي انطلقت يوم الجمعة الثاني من يونيو الجاري وستتواصل إلى غاية الرابع والعشرين من الشهر الذاتي وعلى سعيد مطار وجد أنجاد رصادت كاميرا لطخ وصوص وصونت إحدى رحلات الحجاج الميامين إلى الأراضي المقدسة في رحلة مباشرة إلى المدينة المنورة بمن الملكة العربية السعودية حيث عبر عدد من الحجاج بكثير من التأثري عن فرحتهم وشكرهم للملك محمد السادس عن عنايته السامية بهم والتي تجسدت في ظروف الاستقبال المميزة من طرف سلطات مطار وجد أنجاد رح نمع هذا البيعات الحجاج ورح نقفونا الإجراءات ديالنا كما يجب الحمد لله يجبرنا كل شيء في المستوى السهل علينا جميع الإجراءات ونطلبوا الله القبول ومساء الله القبول للجميع واللهم يستير اللهم بلاء المقصود نحن ندعيه مع جميع المسلمين حقيقة دخلنا المطار كان استقبال في محلو من جميع الأطراف كلهم استقبالنا بوحد الباشاشة و بوحد الصرور كان المرور أسهر مما يكون أنا أول مرة كنت دخل المطار ولكن المرور كان بعدك شيء بسهلسة و بسهولة ونشكر جميع الطاقم اللي يخدم في هذا المطار هذا هذا يوم مبارك الميمون حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على الطائرة مستقبلين وجهتهم إلى المدينة المنورة إلى قبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في ظروف جيدة والحمد لله نشكر جميع الطاقم الذي أشرف على هذه العملية من البداية إلى النهاية ونشكر نقدم تهاني ودعائنا الخالص للساحب جلال نصر الله على المجهودات التي وليت بها ورعايته جميع الحجاج إن شاء الله اللي في مختلف ربوعي المملكة شكر جميع الطاقم المشرفة على مطار وجدا أنقاد على حسن الاستقبال والضيافة ومرور الأجواء في أحسن الظروف إن شاء الله فجئنا إلى مطار وجدا فنحن على ما وقفنا عليه من الأعمال التي قامت بها من السلطة المحلية وجميع الأعوان وجميع الخط لهم الشكر لله والفضل يرجع لملكنا ولبيلدنا ولسادتنا كلهم لهم الشكر الجزيل أنعام الله علينا بالنعائم لا تحسى ولا تعد اللهم لك الحمد ولك الشكر من جهته أبرز محمد صدقي رئيس قسم الاستغلال المطار بمطار وجدا أنقاد عن أبرز ما قام به مسؤول وموظف المكتب الوطني للمطارات من إجراءات وتدابير استباقية رفقة شركاء المكتب لأجل إنجاح عملية صفر الحجاج تنزيلا التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وكما لحتم فإن عملية صفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة واللي كتصاد في هذا العام طيلاق عملية مرحبا لنسخة 2023 تمر الحمد لله في أجواء جد مبتازة أجواء إيجابية أجواء اللي كتطاع لها السعادة والفرحة دي الإخوان دينا الحجاج وفي هذا الصدد ولي تسهيل الصفر دي الحجاج دينا قام المكتب الوطني للمطارات بقنسيق طبعا مع جميع السلطات المختصة وكذلك الشركاء والمصالح المطاريين بوضع مخطط استراتيجي استباقي لكي يضم مجموعة من التدابير والإجراءات للجلد لها التدابير كما قلت استباقية وذلك على جميع المستويات البشرية اللوجيستيكية الأمنيات التقنية إلى غير ذلك وكذلك على مستوى الخدمات والإرشاد تم تعزيز الفرق المكلفة بالاستقبال وتوجيه المسافرين وبالنسبة الرحالات المبرمجة على مستمع مطار مجدى أنقاد فهناك سبعادي الرحالات اللي غدت نطالق من مطار إن شاء الله وختاما ندعو للحجاج دينا إن شاء الله حجا مبرورة وأن يعودوا إلى وطنيهم سالمين وأن يمثلوا المغرب إن شاء الله أحسن تمثيل ودمن هذا الصياغ فقد تم التعبئة مطارات المملكة اعتبارا من 2 من يونيو 2023 لاستقبال حوالي 34 ألف حاجين الذين سيسافرون عبر قرابة 86 رحلة جوية إضافية إضافة إلى الرحالات الجوية المنتظمة التي تربط المغرب بمملكة العربية السعودية الملعب المتерхة لاستقبال حوالي 34 bara